اعترف كليان مبابي لاعب فريق باريس سينجرمان انه يخبر نفسه بافضلياته على النجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو من ادل تحفيز ذاته وقال مبابي في تصريحات نشرتها شبكة جول العالمية في بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد مرحبا من جديد على قناة اخبار توب بالطبع هذا مهم لانه عندما تكون في حالة صعبة لن يحفزك احد اخر عليك ان تقنع نفسك بانك قادر حتى على هدم الجبال واضاف قائلا الناس لا يفهمون الانا ولكن عندما لا تكون على ما يرام فلن يأتي احد الى منزلك ليخبرك انه يمكنك فعل ذلك انت وحدك مع عقليتك عليك ان تقنع نفسك بانك قادر على فعل اشياء عظيمة وواصل قائلا في كل مرة اذهب فيها الى ارض الملعب اقول لنفسي دائما انني الافضل ومع ذلك فقد لعبت في ملعب كان فيها ميسي وكريستيانو رونالدو انهما لعبان افضل مني لقد فعل مليار شيء اكثر مني لكن في رأسي اقول لنفسي دائما انني الافضل لانك بهذه الطريقة لا تمنح لنفسك حدودا وتحاول بزل قصارى جهدك واستكمل قائلا بالطبع احيانا لا يفهم الناس هذا الامر بسبب الحاجز المتعلق بهذا الموضوع حيث لا يشرح المرء ما هي الانا حقا بالنسبة للناس الانا هي مجرد عدم منح صديق رقلة جزاء والحصول على راتب افضل من لاعب الفريق المنافس واختتم حديثه قائلا الامر ليس هذا فقط انه امر شخصي ان تتفوق على نفسك انها ابعد من هذا الشيء السطحي المتمثل في قول انا وانا لكنني اعتقد ان هناك الكثير مما يمكن قوله عن هذا الامر وفي النهاية اذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والشير